خلال جلسة لمجلس الأمن حول الحرب في غزة اتهم السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إسرائيل بمواصلة سياساتها التعصفية ضد الفلسطينيين من خلال جعل غزة غير صالحة للحياة مشيرا إلى هدف إسرائيل التهجير القصري لسكان القطاع سأقتبس من تصريح الوزير كاتس في بداية الهجوم الإسرائيلي حين قال إنه لن يتم تشغيل أي مفتاح كهربائي ولن يتم فتح مضخة للمياه ولن تدخل أي شاحنة وقود حتى يعود المختطفون الإسرائيليون إلى ديارهم نهاية الاقتباس هذه دعوة واضحة لارتكاب الفضائع إن هدف الإسرائيليين لن يتغير وهو التهجير القصري لشعبنا من خلال جعل غزة غير صالحة للعيش من جانبه حتى وزير الخارجي الإسرائيلي يسرائيل كاتس مجلس الأمن الدولي بممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط على حركة حماس لإطلاق صراح الرهائن المحتجزين منذ السابع من أكتوبر حماس لا تتحدث نيابة عن العالم الإسلامي ونحن نطلب منكم إدانة جرائم العنف الجنسي التي يرتكبها هؤلاء البرابرة باسم الدين الإسلامي إنني أطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط على حركة حماس للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المختطفين ترجمة نانسي قنقر